اليوم بنسولف عن كاميرا راح تغير صناعة المحتوى بالسنين الاليائية اوزمه بوكت ثري يلا بيد اول معلونه عنها قلتها الكاميرا لازم ااخذها واجربها واقل لكم رائع عنها الكاميرا اللي اعتقد انها راح تغير صناعة المحتوى وتنقلها لذل ثاني لمستوى ثاني طبعا هذي الكرييتر كومبو في النسخة العادية ما يكون فيها وايد من الاكسسوارات الموجودة حاليا وياي خلوا وريكم شي شي ونستمتعوا يا بعض قبل كل هذا راح تكون الجنطة هذي اللي شايلة اغلب الاشياء اللي تحتاجونها تكون داخل الجنطة الجميلة هذي وايد عاجبتني الكيس معبول صح حيث انها ما تطيح مستحيل تطيح تغريبا مو بسهولة انها تطلع حلوين خلوا اتكلم عن اول شي الموجود طبعا الاوزمو نفسه شخصيا ما راح اسولف عن المواصلات الحين راح اسولف بعد شوي عندكم الكيس المتعارف عليه مع الاوزمو بوكت وهالمرة اضافوا لنا اضافة زيادة الوايد انجل داخل وتخلي عدسة البوكت اللي هي عشرين ملي راح تصير خمسة عش مع هالقطعة هذي اللي انا اشوف عشرين ملي ووايد مناسبة حق الكل لكن هذي اضافة زيادة طبعا في مكان حق البرومست يعني هم تقدر تعلي الليفل زيادة فوق بالبرومست فلتر ما عندي اياه حاليا بس اللي عندي الوايد انجل شوفوا شون ركب مكانه على طول ما عندك اي مشكلة هي وياها كابل لليو اس بي تايب سي تايب سي تايب سي تايب سي هي وياها هالي ترايبود اللي صغير اللي متشكنام حبيت انه مكتوب دي جي اي على ثلاث اطراف ثلاث ريول وحجمة وايد مناسب ولا شيء ولا شيء حرفيا هي وياها دي جي اي مايك 2 انا حاليا قاعد استخدم الاول واداءة جدا عالمي والكل يدري اني اول مايك انصح فيه حق اي واحد يبي يبلش عالم صناعة المحتوي ويبي يكون بامانة شوي ويقدر يسجل على الكاميرا او على التليفون بنفس الوقت يسجل على المايك والصوت يطلع نظيف الاختيار الاول بالنسبالي دي جي اي مايك العادي فان فالكم الفيرجن الثاني شوفون كل شيء داخل الترانزميتر او المايك هذا طبعا ينشحن يو اس بي دي جي اي يركب وكان 3.5 دي جي اي قاعد تخترها اختراعات غريبة خنكمل خنكمل طبعا هذه البطارية الاكستينشن نقدر نركبها في هاتطريقة تركب ما عندكم اي مشكلة وتشحن نفس اللحظة حبيبي والله ملموبة طبعا فيها مكان عشان تركب على اي ترايبود عندك وهذا الاكستينشن في حاجة انت بيتوصلها دايركت على الباور واخر شيء الربطة هذي من دي جي اي في حال كنتم بتعلقونا مثلا على ايدكم ايوه توسعه وتكبره على حسب احتياجك طريقة تشغيلها جدا سهلة حبيبي ياسه لهم شعور جميل كنتي قاعد العب بسبينر ايه ما فيها انترنال استوريج فهذا مكان المايكرو اسدي كارت عادي يخربها بس وانا العب كذي بس اعتقد دي جي اي مراعين هالموضوع هذا ومتجربينه يمكن عشرات الالوف من المرات لانا يدرون في ناس نفس حالتي يحبون يلعبون هاللعبة هذي طبعا مثل ما انتوا شايفين في اكثر من فتحة هني وهني والصوب الثاني هذي عبارة عن مايكات داخلية حلوين هذي اول مرة اصور بالدي جي اي بوكت ثري امان الله قاعد اجرب الحين الصوت وانا قاعد اتكلم مباشرة الى الكاميرا وقاعد تسمعون الصوت من الكاميرا هذي مو من الكاميرا هذي ولا الكاميرا اللي فوق ولا الكاميرا اللي بالزاوية هناك قدام سولفنا على المايك خلا اجرب ياكم المايك هذا طبعا شايفين مستوى الصوت شون قاعد يتغير حسب البار او الخط الاخضر اللي موجود فوق الازرار الموجودة حاليا واحد يسوي ريكورد والثاني ممكن تتحكم بالجويستيك يميل يسار على حسب اختيارك للمود اللي انت بستخدمه وممكن تسوي زوم حاليا قاعد اربط الكاميرا على تليفوني حلوين شبكتها بكل سهولة ما عندي اي مشكلة واقدر اخلي التليفون بالعرف امسوي الفيس تراكينج احن لو اروح يمين اروح يسار قاعد يلحقني التراكينج حلوين قاعد ياخذ صوت مثل ما انتم شايفين فيه بمشير صوت فوق في مثل جويستيك ماذا اذا قاعد تشوفونها ولا تقدر ترفع وتغير نوعية السرعة ما تلا تراكينج اعتقد احاطه سلو قاعد يصير لاقي شوي مو مية بالمية اسرع شي خلنشوف شنو بيصير حلوين التراكينج جدا سهل نروح على الفوتو مود ناخذ لنا صورة حلوين نسوي بانوراما سريع بالستوديو مو غلط بس بانوراما حك شنو بالضبط قاعد ياخذ اوكي يا ساتر صاد كل شي نشوف النتيجة السريع مو مثالية كلاش مو مثالية اللي شفت الحين اعتقد البانوراما مفوض تكون حق لاندسكيب او حق تصوير طبيعي نقدر نقول او حق مكان تبتصورة مثلا عمارة قرفة شغلة طبعا فيه اوبشن لايف ستريمينج انك تقدر تبث على فيسبوك يوتيوب وبعض المنصات الثانية وبهايد اوبشن جميل نحن بصور لو لايت وفعلا الاداء جدا جميل طبعا سلو موشن 240 موجود على ال Full HD اذا تابي 4K حدك او اقصى عدد اطارات تقدر تسجل عليها اللي هي 120 ما في اكثر من شبي التايملابس اوبشن هم موجود في حال كنت بتصور تايملابس وفي الهايبر لابس طبعا كل اللي شفتوه هذا مو البرو مود حين ندش على البرو مود ونشغل كل الامكانيات اللي نقدر نستخدمها بالبرو مود ممكن نشغل قرد الفوكس الويت بلنس ما لابي اوتو مثلا بنحدد احنا درجة حرارة الابيض عندنا او توازن الابيض الصوت شنو ابي يكون استيريو ولا مونو طبعا مثل ما انتو شايفين ويند نويز ردكشن البوكت نفسي سيسوي ردكشن او عزل الضوضاء اللي ياي من الهواء او الازعاج اللي ياي من الهواء طبعا اوبشن الديريكشن ال اوديو تابعين من وين ياخذ الصوت تابعين من الجهة الامامية ولا من الجهة الخلفية ولا الاثنين مع بعض او من كل الجهات اوبشن اوفور اكسبوجر الارت انا عندي هني زيبرا شغالة شايفين فوق عندي هستيقرام حق الناس اللي تابعين تعرف بالضبط اضاءاتها وين وين عندها مشاكل مثلا بالاضاءة او هالاضاءة مرتفعة او منخفضة او يبي يصور نوك فاعتقد الهستيقرام رحين فيه دوايد حق الناس اللي يستخدمون تايم كود في تايم كود ديس بلي عندكم متوفر الابشن طبعا كما ذكرت الابشن هذا البيوتي اللي يسمونه بالتليفون البيوتي ما ادري شنو اسمه هني بالضبط بس حق البنات يخلي البشرة انعم وارتب ويعبي المشاكل اللي بالبشرة اكيد ويهي مو كذي وفيه اوبشن ممكن تعلي برايتنس الوي اكيد انا مو شكلي كذي وهني بعلي السموثنس مال ويهي واذا بغيت ويهي يكون سلم يا جماع الاي اي اي اشتغل اشتغل الاي اي اي وفيه طبعا اذا بغيت اكبر عيوني اكبروا فعليا اكبروا الحبه صغر خشمي صغر والله صغر والله صغر ها 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 انشيل اوبشن رد كبر هذا ويهي طبيعي اجواء سحر 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 الفيديو ويقول لي بالضبط انا كم فرايم ابي وبالضبط شون رح اصور التصوير مالي طبعا باللاند اسكيب بحالي اذا كانت الشاشة عريضة تشيوي نفس اللي انا حاطة رح تعطيني لي 4K في حال سكرته تشيوي رح تعطيني حد اقصى 3K فاعتقد هم 3K حق اغلب المنصات جدا كافة تقدر تصور لي حد 60 مو سلو موشن انا حاطة حاليا على اوتو مود وهو قاعد عير نفسه يا جمعة انا بستغرب ان الكاميرا تقريبا ما فيها نويز انا بوريك بالحين على 6400 وشوفه 6400 اكواليتي التصوير يخرع يقدر نخليه full manual هني طبعا option ممكن تسوي calibration رح يعير نفسه على حسب المكان الانتحاط في الكمبل او البوكت خلص calibration اسوي تراكينج علي سريع التراكينج ما في ثواني الحين الكاميرا علي بس في حال كنت ابيها تاخذ الجهة الثانية اضغط الثلاث ضغطات المشهورة طبعا قمبل او حتى البوكت دي جي اي في حال كنت لافل قمبل يمين او يسار ضغطتين يرجح حق وضع طبيعي طبعا الدي لوغ يعطيني الوان افلاد تغريبا والحين راح نلون وتشوفون الفرق مع التلوين اللي راح يصير على الفايلات او على الفوتج اللي طالع من هالكاميرا بعد شهر من الاستخدام اقدر ان اقول لكم ان هذي كاميرتي الاقرب لي بعد كاميرا التليفون كاميرا وايد عملانية بشكل مطبيعي رحت فيها البحرين صورت فلوك كامل فيها بالبحرين استخدمت التراكينج اللي موجود فيها وعطاني شعور انه كأنه عندي مصور شغال بياي وقاعد يصورني وقاعد ياخذ اللقطات وقاعد يحرك الكاميرا بنفس اللحظة التراكينج فيها وايد جميل حاولت اختبره حاولت عذبة شوي تعذيبات خفيفة التراكينج فعليا شغال حاولت اوخر عنه ثانية وارجع له لقيت انه شغال وما في اي مشاكل من ناحية التراكينج طبعا اكثر من ثانية او اكثر من مدة معينة حتى الكاميرات الاحترافية الكبيرة ممكن يفصل منها التراكينج بعد تجربة الهايبر لابس والتايم لابس اقدر اقول لكم انه يعتمد عليها في هذه الظروف هذه ممكن صورت باضاءة من خفضة اضاءة قوية لقيت انه نتائج جدا عملية مع الاوزمو بوك 3 الكاميرا تعطيك امكانيات وتسهل عليك العملية وتاخذ اللقطات وايد حلوة باستخدامها بس من غير ما تستخدم اي شيء ثاني ممكن بالادة تتعدل عليها بشيء بسيط وتضيف الستبلايزيشن الموجود بأي برنامج ويمشي الليلة بامتياز كاميرا بهالحجم تعطيك اداء عالمي على النايت مود جربت اصور فيها بدون النايت مود و جربت اصور فيها بالنايت مود الفرق شاسع تغريبا النايت مود عطاني اداء كاني حاطي اضاءة احترافية عشان اصور النظار اللي يشفتوها للاسف لتراكم ما يشتغل بالنايت مود ولكن انت عندك قنبل تقدر تلحق الهدف وتصوره وتحاول اكثر من مرة ليلين تضبط وياك امي بالبيع اعتقد مع كاميرا مثل هذي ممكن تضبط من اول لقطة وتحاول عادي اذا ما اضبطت السلو موشن مو احسن شيء لانا وايد انجل اغلب الناس يدونوا السلو موشن يكونوا شوي كلوز اكثر ولكن حق الوايد انجل مثالي على الفوركي 120 فرايم مثالي ما احتاج اكثر من شديد رحت معرض ممنوع اصور فيه بدرون علقت الاوزمو بوكت على مونوبود وخليتها باقصى ارتفاع له ومسكت المونوبود وقعدت يمشي فيه بالمعرض وتحكمت بالاوزمو بوكت 3 بالتليفون اعطيتنا احساس لدرون وانا ما عندي درون تقريبا يعني هي مو درون درون 100% بس اعطيتنا نفس الاحساس تقدر تطلع برولات وايد حلوة من الاوزمو بوكت 3 بحكم حجمها انها ما راح تحسس الناس انها وايد احترافية وبالتالي ما راح تحسسهم منها انها موجودة عندك وقعد تصورهم وبنفس الوقت تحجمها الصغير خليك تشيلها وتوديها وين ما تبي وتستخدمها وتطلع برولات على كيف كيف صراحة انا جربتها ومستانس وايد عليها عيبها الوحيد فيها عيب يحكيد فيها سلبية الوحيدة بهالكاميرا بالنسبة لي على هالحجم ما قدرت تحكم فتحة العدسة انا مقيدة فتحة العدسة حيحال كنت بستخدم الكاميرا هذي بالاضاءة العالية احتاج احط اندي فلتر والاندي فلتر بالوقت اللي صورت فيه اغلب المشاهد ما كان موجود او ما كان متوفر بس هذي سلبية الوحيدة الناس اللي يبون الاحترافية هم اللي راح يراكزون موضوع الاندي فلتر وانهم يطلعون الشكل اللي يبونه همه ولا اغلب الناس ما راح يتفرد منهم شكرا اي اي بي و دي جي اي على تقديمكم هالكاميرا هذي الجميلة اللي لازلت عند رايي انها راح تفرق بعالم صناعة المحتوى وخليتوني وعطيتوني فرصة اني اقول رايي عن هالكاميرا واستخدمها مدة طويلة و اقولك رايي فيها كتجربة كاملة موتها كاملة يعطيكم العاشر والله الفيديو طويل بس امان الله كاميرا تستاهل كاميرا تستاهل كم سعرها شوفوا الاسعار تحت اشتركوا في القناة